فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ وهذا وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع التشبه مع نهيه عنه أن العلم بذلك يحمل العالم على أن يبلغ العلم ويدعو إلى الله ويبين قال بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي نعم فنحن مطلوب منا أن نأمر وأن ننهى وننكر وإن كنا نعلم أو يترجح لدينا أن الناس لا يتركون هذا الشيء لكن هذا من باب قامة الحجة وإبراء الذم ولهذا لما قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين لم تعظون قوما الله مهلكهم قالوا للذين ينكرون لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلا يترك الإنكار والإبلاغ وإن كانت النتيجة ميؤوسا منها أو ضعيفة فإن الإنكار لا يسقط وإبلاغ العلم لا يسقط عن العالم ترجمة نانسي قنقر